الوضع لا يبشر بالخير أبدا الضغط الدولي يزداد على لبنان والحزب في مرمى النيران فأما الالتزام أو تحط طائرة المفادين الأجانب من كل حب وصوب حاملين رسالة واحدة وهي الالتزام بالقرار 17-01 أو تطبيق 15-59 الأخطر من كل ذلك ما نقلته الصحف عن تهديدات أمريكية وفرنسية بعدم التزام الحزب بهذا القرار وسحب مقاتليه من الجنوب وفق معلومات الجديد لقاء مدير المخابرات الفرنسية مع الحزب حمل كلاما واحدا وهو تطبيق القرار 17-01 لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة زوبعة القرار 17-01 لم تقف عند هذا الحد بل ما زاد تعقيد الأمور وأوصلها إلى طريق مزدود زيارة المفاد الفرنسي جان إيف لدريان الأسبوع الماضي الذي وفق المطلعين لم تؤتي ثمارها وما كشفته مصادر صحفية عن الطروحات التي حملها وضعت الحزب في خانة اليك ثلاثة بنود طرحها لدريان الذي وصف باللجوج ملف رئاسة الجمهورية وضع حاليا في الثلاجة والعمل على نار حامية وبشكل عاجل لمحاولة ردع ما يخططه الكيان للبنان ولكن ما هي طروحات لدريان التي لم تلقى أذانا صغية واستدعت عقد اجتماع استخباراتي على أعلى مستوى يبدأ من الأراضي المحتلة وينتهي في لبنان لدريان عمليا لم يتحدث فيه الشأن الرئاسي كل هم سيد دريان أنه يمرر تمديد قائد الجيش حيكون فيه اجتماع للجنة الخماسية حتى هاللحظة ما تم تحديد وين الاجتماع ولا مستوى هذا الاجتماع ولا مكان عقد هذا الاجتماع ولكن الأكيد أن هذا الاجتماع سيصير بالأسبوع الأول من العام المقبل بشهر واحد بأول أسبوع ومن ثم سوف يعود سيد لدريان إلى لبنان من أجل استكمال مهامه بملف الرئاسي تتحدث عن أنه نجح لدريان بموضوع إقناع المسؤولين اللبنانيين بتمديد لقائد الجيش طيب ماذا عن اللقاء الذي جمعه بالنائب جبران باسيلي رئيس الطيارة الوطنية الحر والحديث عن أنه صار في خلاف بيناتهم عندما طرح هذا الموضوع وكان فيه يعني البعض اعتبر موقف النائب جبران باسيلي يدل على سيادة وطنية واحترام للسيادة اللبنانية بحسب مصادر الصحفية فإن الملف الأول أطفئت النار من تحته وهو الاستحقاق الرئاسي ثانيا الملف الأكثر سخونة وهو التمديد لقائد الجيش أما الأخير فتضيق القرار 17-01 جميع هذه الملفات كانت صيغتها واحدة عدم موافقة وانتقادات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض حالت دون تحقيق أي إنجاز الفرنسيين عمليا الآن بهذه الفترة عم يلعبوا دور الحامل لأفكار الإسرائيلية الفرنسيين عم يحاولوا عم يحملوا أفكار إسرائيلية وعم يطرحوا يعني منطقة عازلة بيعني هذا ليس تعديل 17-01 هذا 17-01 بحذاته بعمق 30 كيلو وبالتالي عم بيقولوا الفرنسيين أنه في حال أنتوا ملتزمتوا بهذا الأمر وبالتالي نحن يعني ممكن أنه يعني هذا الأمر يؤدي إلى حرب في لبنان وأنه يتم تدمير لبنان من هنا وبعد أن عاد لودريون بسلة خالية جاء رئيس الاستخبارات الفرنسية بيرنار إم يي بزيارة مفاجئة حمل الطابع السرية لكنها لم تدم طويلا فما حمله لودريون تسلمه إم يي وبسلسلة لقاءات بعيدة عن قيادة الجيش تحت المادة والسياسة والقرار 17-01 إم يي لم يأتي من أجل وقف التصعيد بل حمل رسالة بالحديد والنار للمسؤولين على رأسهم الحزب إذ قال الأخير جئت إليكم في هذا العام برسالة إسرائيلية مفادها أن أي حرب مع لبنان ستؤدي إلى تدميره الاحتقام بلغ الظروة الحلول عالقة والمساعي الأجنبية لم تنجح بإرساء أي معادلة استكشف معلومات الجديدة عن وفد فرنسي أمني رفيع المستوى سيزور إسرائيل في الأيام المقبلة لاستكمال المسعى الفرنسي للاستقرار عند الجبهة الجنوبية وترجح المعلومات لزيارة لبنان أيضا لنفس الغرض فهل يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أم السلام على لبنان؟ اشتركوا في القناة